حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين ذا المشاهدين مع أكمال مجلس النواب القراءة الثانية لقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وبعد أن تناقل من دورة لأخرى وبقي على رفوف البرلمان نتيجة لتعثر الوصول لصيغ يمكن معها التمرير التطمينات ومسار التعديلات الإيجابية التي بعثت من اللجان المعنية حفزته إلى الوصول للمحطة قبل الأخيرة فبعد مناقشة المقترحات سيذهب القانون أو قانون حرية التعبير إلى التمرير غير أنه من زوايا أخرى تقرأ صياغته أنها بحاجة إلى تعديلات كثيرة تنظيم مساحات الحرية في العراق ودون المساس بالحقوق المكفولة دستوريا أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين فأن تسعة شروط صارمة أقرها مجلس الوزراء كمعايير لاختيار أصحاب المناصب العليا في الدولة تتركز غالبيتها في الخبرة والملائمة فضلا عن عدم وجود مؤشرات في المؤسسات الرقابية أو شمول بإجراءات المساءلة هذه شروط تأتي استكمالا لمساعي الإصلاح الإداري وترابطا مع حملة تقييم المدراء واختيار البدلاء وبحسب مختصين فنتطوير الأدلة الحكومية والإدارة سيسهم في تحديد مواطن الخلل والذهاب نحو تحسين الخدمة وقياس نسبة الأثر والإنجاز أذن مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ننقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم ونرجو أن تبقى معنا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نراخب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة بغداد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين السيد إبراهيم السراج أهلا بكم سيد إبراهيم وكذلك الترحيب برئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان السيد محمد السلام أهلا بكم أستاذ محمد أهلا بكم بداية أستاذ إبراهيم السراج نجي على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي حرية التعبير أليست هي حرية مطلقة مكفولة بالدستور وبالقوانين الدولية والوضعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحييلك ولضيفك والمتابع القناة يعني هي لا توجد هناك حرية مطلقة في كل الدول العالم والمجتمعات وحتى القوانين الدولية هي لا تلقي ظلالها على المجتمعات وعلى الحكومات والأنظمة السياسية والتركيبة القانونية وما شاب ذلك لا أبدا يعني هذا شيء بعيد جدا لكن أنا أعتقد أن عملية أنه لا تحدثنا عن حرية التعبير حتى لا تتحول إلى حالة من الفوضى وحالة من الاستهتار يجب أن تقنل بقانون وهذا القانون هو يحمي حرية التعبير ويؤثرها بإطار قانوني بما يساهم في تعزيزها والاستفادة منها في المجتمع يعني تعرف حضرتك اليوم المنجز الكبير بعد 2003 أنه هذه الفصعة الكبيرة من حرية الصحافة وحرية التعبير وهذا المساحة وهذا الفضاءات الموجودة الآن تعزز مكانة العراف لذلك لا يمكن أن نذهب إلى أن نقنن هذا الحق بقوانين قد تكون صارمة وقد لا تتناسب مع الجرم هو القانون سيد إبراهيم أصلا وضع أو يفترض أنه يوضع لكفالة وحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي لكن ليش القانون مليء بالعقوبات عقوبات أمنية وعقوبات غرامات مالية وغيرها أولا يعني الإجابة على هذا السؤال أن من كتب هذا القانون مشروع القانون هو رجل الأمن لا حظايا طبعا هذا في السابق قبل عشر سنوات رجل الأمن له السياسي معا رجل الأمن له السياسي يعني ولا لرضاء السياسي لذلك هو كان يريد أن يحجم هذا الحق ويدعو أو أنه يضع أطر قانونية وعقوبات ويضع في المقابل يعامل من يصرح برأيها أو من يعبر على رأيها بعقوباتها قد تكون قد تكون هذه العقوبات شبيهة للسارقة والفاسد وهذا خطأ كبير جدا لا يمكن أن يقع هذا الخطأ اثنين نحن الآن في هذا الوقت يعني في الآن من يحكم ومن يتصدر هذا هو قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 معدل ومرفقات يعني هذا القانون مضى عليه خمسين سنة كان يفترض أن تعدل هذا المواد القانون اثنين أنه إحنا عندنا المادة 38 من الحرية من الدستور العراقي الذي كفى لحرية الصحافة وحرية التعبية وهذا يحتاج قانون ولكن ليست قانون مبني على عقوبات جزائية وعقوبات انتقامية وعقوبات يرادل منها السجن أو الحبس أو غرامات قد لا يستطيع المواطنين يتفحل يعني واحد مثل علق على موضوع في الفيسبوك هل ممكن نعقب 10 ملايين دينار غراما أو سجن سنة أو ما شو بذلك نصح عندنا فوضة بس ما نعالش بهذا الطريق يعني خلينا نحكي لك في لحظة واحدة المحتوى الهابط إجراءات الدولة في تجاه المحتوى الهابط نالة رضا الجميع لا يجب أن تستغل هذه الحالة ردة فعل الحكومة أو الأهجزة الأمنية والتشريعية ورقابية وقضائية ابتجاه ذلك وتذهب إلى أبعد من ذلك وتحجم حرية الصحافة وحرية التعليم طيب رحبك مرة أخرى أستاذ محمد هذا القانون بقي يراوح في رفوف مجلس النواب منذ 2010 لم يصل للقراءة الثانية إلا هذه المرة شنو سر وصول وتقدم القانون إلى مرحلة قريب من الإقرار والتصويت عليه وقرأ قراءة ثانية في البرلمان نعم شكرا أولا للاستضافة أنا أعتقد موضوع حرية الصحافة وهذا المشروع القانون الذي جاء بالبداية سنة 2011 فيه إشكالات عديدة يجب أن نقول ابتداء أن أي حق والمادة 38 من الدستور التي فيها ثلاث فقرات والفقرة الأخيرة حول التظاهر السلمي والاجتماع يشرع بقانون هذا في الدستور فلذلك عندما تم صياغة مشروع القانون سنة 2011 تحت إطار أزمة وتتذكرون سنة 2011 25-2 يعني شباط 2011 عندما كانت التظاهرات التي تطالب بخدمات فلذلك شرع أو تم صياغة هذا المشروع القانون في هذه الأزمة في هذا الجو المشحون ما بين المجتمع عموما والتظاهرات والدولة التي لم تستطع أن تقدم الخدمات هذه نقطة أولى النقطة الثانية دوليا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 قد أباح وجعل قضية أساسية وهي حرية التعبير وأيضا في المادة 19 من الإعلان من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أيضا أشار إلى هذا الموضوع فلذلك أي قانون عندما يأتي يجب أن ينظم ممارسة ممارسة هذا الحق وعندما ثبت الدستور في المادة 38 إذن يجب أن يكون هناك قانون ينظم الممارسة يعني القانون حاليا بعقوبات أمنية وقرامات نعم سوف أعطيك بعض الملاحظات على هذا القانون ولذلك لم يشرع مثلا أن المعيار الدولي للتظاهرات هو أن تبلغ ليس أن تأخذ رخصة أو أن تأخذ إذن هذه هي إحدى المشاكل التي وجهت نظر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحتى لجنة حقوق الإنسان في البرلمان في تلك الفترة كان وجهة نظرها أن تبلغ وعلى الدولة أن تحمي التظاهرة أو التجمع السلمي إلى آخر اثنين أيضا هذا المشروع أراد أن يحجم حرية التعبير ويقول أنه من الساعة عاشرة إلى الساعة سبعة يعني من العاشرة ليلا إلى الساعة سابعة نهارا أو صبحا لا يمكن أن تكون هناك تظاهرة أو تجمع سلمي هذا يحدد من الحرية ليس التنظيم هذه نقطة النقطة الثانية أو الثالثة أنه أراد أن يمنع حرية ممارسة حرية التعبير في الشارع العام أو في المناطق العامة وقال أنه في الساحات بمعنى أنه يذهب إلى ساحة الشعب أو ساحة الكشافة وعملوا ما تريدون هذه لا تلائم حرية التعبير وليس التنظيم وإنما خنق لحرية التعبير فلذلك والعقوبات التي تحدثت حضرتك عنها عقوبات شديدة لا تتلائم المبدأ في أي عقوبة أن يتلائم مع الخطأ أن يتلائم مع الجريمة أن يتلائم مع المخالفة فلذلك عندما تكون هناك عقوبات شديدة جدا على ممارسة هي طبيعية وأيضا مؤطرة بالدستور فإذن هناك محاولة لخنق وليس لتنظيم أيضا نقطة أخرى نقطة رابعة هذا المشروع مشروع القانون حدد أن تكون هناك لجنة لا أقل من خمسة ويتحملون عندما يكون هناك خرق للتظاهر السلمية وتعرف أن الكثير من التظاهرات يدخل بها مجموعات ليس لها علاقة أو حتى بعض الأجهزة الأمنية تدخل للتخريب فلذلك سوف يكون هناك هذه اللجنة التي أبلغت سوف تكون هي المسؤولة وتعبوث عبد اسمح لي أقاطعك سيد محمد ليش تم الدمج في هذا القانون ما بين حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وبين قضية التظاهر السلمي وحق التجمع مو المفروض تفصل هاتين القضيتين نعم طبعا كان يعني يفترض أيضا أن أقول لك إحدى الإشكالات في مشروع القانون نقطتين أيضا الإشكالية الأولى أنه يعني دمج ما بين حق الحصول على المعلومة هذا أقصد المسودة لسنة 2011 دمج ما بين حق الحصول على المعلومة وما بين حرية التعبير والتظاهر السلمي والتجمع فهذه النقطة أشار إليها الكثير من منظمات المجتمع المدني من الأمم المتحدة وكذلك حتى بعض أعضاء لزنة حقوق الإنسان في البرلمان لذلك نجد أنه السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء الحالي السيد محمد الشيع السوداني كلف مستشاره لحقوق الإنسان أن يقدم مسودة جديدة وقد تم إرسال هذه المسودة إلى البرلمان وهي متقدمة كثيرا عن المسودة التي تم إرسالها سنة 2011 وهذا شيء إيجابي وعقد قبل أسبوع تقريبا أو عشرة أيام عقد اجتماع وأيضا بدعوة من سيد رئيس مجلس الوزراء أو المستشار السيد الدكتور محمد تركي وكنا أيضا نناقش هذا التقدم ولكن بدأ لنا أن هناك هذه ملاحظات وليس مشروع قانون فإذن الأصل ما زال مشروع القانون لسنة 2011 وهذا عيب كبير لأنه من 2011 إلى 2023 حصلت الكثير من الانتقادات والمناقشات والورشات والندوات إلى آخره ولكن بدأ لنا بأن هذه ملاحظات وليست مشروع قانون ويفترض أن تكون مشروع قانون حسب حديث السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان هذه قبل تقريبا عشرة أيام ليس أكثر من عشرة أيام أعود لك سيد إبراهيم ذكر أستاذ محمد قضية حق الحصول على المعلومة أنتم كصحفيين ليش ركستم وإهتميتم بأولوية إيجاد قانون لحق الحصول على المعلومة والتصرف فيها قبل تشريع هذا القانون قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي نعم يعني هو حق الحصول على المعلومة كما يسموه العرف الحقوقيين أنه هو أكسجين الحياة بالنسبة للمجتمعات وإلا أنه خلاف هذا لك ما ممكن اليوم أن تتقدم المجتمعات وتبقى مجتمعات مبنية ومحكومة بحكام بقوانين ديكتاتورية بقوانين تحجم المعلوم بقانون تحجم المعلومة اليوم حق الإفصاح هو حق عامي يعني من حقوق الإنسان أساسية نحن في الجمعية العراقية الدفاع المقل الصحفي قدمنا في 2012 مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وكتبه مجموعة من الصحفيين والنشاطات وقدم إلى مجلس النواب قرية قراءة واحدة يهتموا أركنا على الرف طبعا هذا الحق يعني انتلاحظ هذا التكسرات البشار أنه هناك هبوط في إنتاجية الصحفي اليوم اليوم الصحفي مين يعني من عدم حصول على المعلومة بعض الوزارات لا زالت على النظام السائد يعني النظام القديم تمنع الصحفي أو تزوده بالمعلومة وتحاول أن تحجم المعلومة لأغراض قد البعض يتخوف من الإعلام البعض لا يريد أن ينشر كل غسيلة البعض يقدم فقط المعلومة الجيدة أما المعلومة اللي بيها فساد لا يقدمها هذا طبعا هو العكس يعني لا تنسى أنه هناك الزام من قبل الأمم المتحدة في اتفاقية مكابعة الفساد 2010 و2019 هذا ألزم العراق أن يقدم أو يقر صادق على مشروع حق الحصول على المعلومة وفق المعايير الدولية ولكن هناك يعني جنبة سياسية كبيرة هي تمنع ذلك أولا من نتائجه أولا أنه تقريبا 80% من الفساد راح ينتهي أغلب الفساد لأنه كل عمليات الفساد تتم في الغرف المظلمة وبالتالي العقود والمشاريع والمناقصات والأموال تنقل تحت الطاولة هذا القانون إذا كفل للصحفي الإعلامي حرية التعبير في ظل عدم وجود قانون الحصول على المعلومة وحرية التصرف بها راح يكون إلى معنى أني عدي معلومة مثلا أو ما عدي مجال أو حق للوصول إلى المعلومة شنو راح يفيدني حرية التعبير أو حتى لو حصلت على المعلومة في ظل هذا القانون أقدر أنشرها لو ما أقدر أنشرها لا طبعا المعلومة إذا بيها مصدر رسمي تقدر تنشرها ما تحتاج عنها إذا معلومة خطيرة ما راح يحاسبني هذا القانون باعتبار أنشرتها حتى إذا أستاذ بشار إذا عندك مصدر رسمي ثقة وثوق به وعندك وثيقة ممكن تنشرها ما يحاسبك القانون ما أكو قضية أيضا غير مشرعة حتى الآن أنت طالب كصحفي بحريات الوصول إلى المعلومة والحصول على هذه المعلومة لكن أنت راح يكون عندك الحق بالتصرف بهذه المعلومة بنشرها نحن كأعلاميين متعودين أنه أكثر مرة تصير هاك هاي المعلومة من قبل المسؤول أو السياسي هاك هاي المعلومة بس مو للنشر لا مو إحنا خلينا نصنف المعلومة شنو معلومة المعلومة هي لجب أن تكون مو شفاهية يعني قضية شفاهية اليوم أنا أقول أستاذ بشار حتى تحالة معينة في الوزارة الفلامية لا أبدا المعلومة هي المبنية قد تكون وثيقة قد تكون كتاب رسمي قد تكون إحصائية قد تكون جدول معين قد تكون خص وضع معين ولكن مسنودة بمعلومة مسنودة بمصدر تصريح رسمي مو معلومة اليوم قال الراوي ما ممكن اليوم أنت فقط تسمحها بدنك وتنشرها ما ممكن أثنياً أنها عندما تكون عندك مصدر رسمي وعندك الوثيقة أصبحت مباحة لما معلومة هاي إذا وصلت إلى وثيقة بطرق من مصادر خاصة مثلاً هذا القانون يحميني إذا نشرتها؟ أي قانون قصدي؟ قانون حرية التعبير بالنسخة الموجودة حالياً بهذه المسودة؟ لا لا هذا القانون شوف هو أولاً الثغرات الموجودة عدة مآخر عليها أولاً هو يحاول كتب في زمن ليس في زمن حكومة سيد محمد الشاعي السوداني لذلك أنا من المطالبين ونؤكد نحن في الجمعية يجب أن يعاد مشروع هذا القانون إلى سيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشاعي السوداني لأنه نعرف نفسه ونعرف تفاعله ودعمه لحرية الصحافة وحرية التعبير هو صحي يريد أن يضع إطار قانون يحمي حرية الصحافة ولكنه لا يدعو إلى تقنينه لأنه يدعو إلى عادة نظر يعني هناك نقص كبير في القوانين والتشريعات العراقية هذا النقص هو اللي ولد حالات من الفساد وحالات من الفوضى وحالة من الارتباك الإرباك في العام في الوسط الحقوقي والإعلامي وما شابه ذلك لذلك أنا أعتقد أنه يفترض أن تعاد النسخة إلى رئيس وزراء ويعترض أن تعاد ويشكل لجنة من المنظمات الرصينة ومن الجهات الرصينة وبالتالي يدفع بالتجاه أن يقدم نسخة قابلة للتصويت يعني تذهب إلى مجلس النواب بعد أن تنال رضا مجلس النواب مجلس المزراء أستاذ محمد نرجع إلى العقوبات الموجودة إلى هذا القانون من قانون حول التعبير والتظاهر السلمي الحق الذي يجب أن يكون مكفول لكن بعقوبات أنتم كصحفيين كناشطين حقوق إنسان تعتبرها عقوبات ربما مجحفة عقوبات أمنية توقيف سجن أو غرامات لكن الإعلام كما معروف مستغل من قبل كل الجهات السياسية والتسقيط السياسي موجود في وسائل الإعلام المختلفة والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي كيف ننحد من هذه التجاوزات الإعلامية والصحفية دون وجود قانون وعقوبات كالتي مذكورة في هذا القانون نعم طبعا من المؤكد أن موضوع العقوبات كما أسلفت في الحديث السابق أنه المبدأ الخاص بالعقوبات يجب أن يتناسب مع المخالفة أو الجنحة أو الجريمة فعندما تكون هناك حرية موجودة دستوريا أو مكفولة دستوريا ويستخدمها يمارسها أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص عندما يكون خطأ بسيط يعاقب عقوبة كبيرة بمعنى أنها أولا لا تتناسب مع المخالفة لأنه هذه ممارسة لحق هذا واحد اثنيا أن هذه العقوبة بمعنى بالنتيجة النهائية تحد من ممارسة حرية التعبير من حق أن أمارس حقي فلذلك هي كما قلت هو خنق لي حرية التعبير بهذه العقوبات فلذلك أنا معاك في قضية مهمة جدا آسف وهي أنه يجب تنظيم كما قلنا سابقا أن أي قانون يجب أن ينظم ممارسة الحق كيفية ممارسة الحق على سبيل المثال حق الحصول على المعلومة الذي تحدث الأستاذ العزيز إبراهيم حول الموضوع لنبدأ بالأساس من هو صاحب الحق في المجتمع عندما المجتمع ينتخب مجموعة لإدارة الدولة إذن هو وكل يعني الشعب وكل بالانتخابات مجموعة لإدارة الدولة فصاحب الحق هو المجتمع ولذلك ما تديره الدولة هذه المجموعة التي تدير الدولة يجب أن تكشف ما تعمله للشعب نفسه كما هو المحامي يجب أن يطلع الموكل عن كافة سير الدعوة أو المعلومات التي تجري فصاحب الحق هو المجتمع لأنه هو الذي انتخب لإدارة الدولة أربع سنوات خمس سنوات سوف يتغير فلذلك موضوع حق الحصول على المعلومة أنه سوف تكون لصاحب الحق وهو المجتمع أن يطلع على مجريات إدارة الدولة واستخدام هذه بمعنى أن هناك وثيقة رسمية هذه موجودة داخل الدولة يجب أن يطلع عليها المجتمع الصحفي الصحافة الاستقصائية بالأساس أيضا وأيضا مجتمعات تريد أن تعرف ماذا يحصل كما مثل المحاكم المبدأ هو العلنية المحاكم فلذلك العقوبات هي كما قلت يجب أن تكون تنظم لعملية المخالفات يعني عندما يكون على الفيسبوك أو على أي وسيلة من وسائل التعبير مخالفة ليس لحرية التعبير هذه حرية بالأساس ولكن عندما يكذب أو عندما يختلق أو عندما يلفق أو يعطي صورة ملفقة يعني مدمجة بأساليب جديدة فهذا طبعا يحاسب لأنه لم يتحدث عن الحقيقة لم يقدم للجماهير أو للناس الحقيقة فلذلك التنظيم ليس بمعنى الحرية الواسعة المفتوحة وإنما تنظيم حق الممارسة وفي نفس الوقت بالأساس هي وثائق يستند إليها وعندما لا تكون وثائق وإنما هي تلفيقات تشويه وغير ذلك فبالتأكيد يجب أن تكون العقوبة مناسبة لهذا التعويه لهذا الكذب أو الإشاءة سيد إبراهيم إعادة المسودة إلى الحكومة وإجراء التعديلات إن أجريت هذه التعديلات بحسب مؤشر من لجان الثقافة والإعلام ونجان حقوق الإنسان في البرلمانية وكذلك بعد أخذ أراء نقابة الصحفيين وجمعيات حقوق الإنسان والصحافة وغيرها يعني تعديلات مثل إعادة تسمية القانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي إلى قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وكذلك حذف عبارة حرية التعبير عن رأي أينما وردت في القانون لكي يتوافق مع المادة 38 ثالثة من الدستور إعادة صياغة التعاريف الواردة في مشروع القانون ورفض الغموض الوارد فيها الكثير من هذه التعاريف بالاجتماع العام والخاص حذف عبارة حق المعرفة أينما وردت باعتبار أنه سوف يتم تنظيم قانون حق الحصول على المعلومات إن أجريت هذه التعديلات ممكن أن يتم تمرير هذا القانون قريبا يعني هذا التعديلات أولا لدينا مشكلة بالتعاريف هسنا اليوم مثلا هناك تعاريف مطاطية تقبل نلبسها على أي واحد يعني أنت اليوم بما يخل بالنظام والآذاب ما هو النظام والآذاب؟ أنا شفتهمه والمشرع شفتهمه والمنفذة شفتهمه والقاضي شفتهمه النظام بما لا يخل بالنظام والآذاب ممكن يوم أنت في سيطرة تسألهم ما شابه ذلك يقول لك لا لا أنت وقف السيارتك ونت احتديت عليهم ما شابه يعني قصدك أنه ممكن تفسيرها وتأويلها هذه التعاريف المطاطية يجب أن تغادر المشرع العراقي يعني لا يجب أن نبقى في هذا التعاريف المطاطية حق المعرفة شنو حق المعرفة يعني شنو حق المعرفة خوف أنت تقول حق الحصول على المعلومة من حقوق الإنسان الأساسية يعني أصلا هذا الحق هو في كل دول عالم المتقدمة دول أوروبا ودول عربية طبعا فلصنع يتحق الحصول على المعلومة الأوروبا يتحق الحصول على المعلومة لا هذا الحق أنه أنت من حقك أنه تعرف الذي تعرف القوانين تعرف الموازنات تعرف الخرارات حتى تحضر اجتماعات هذه الملاحظات يمكن تم الأخذ بها وإجراء تعديلات إن وجرية التعديلات من الحكومة ممكن أن يمرر بوجود هذه التعديلات التي أشرتم إليها إذا كانت هناك التعديلات بما يتناسب مع المجتمع العراقي ومع التطورات الحاصلة بومك يعني بس ما ممكن اليوم إحنا مثلا نوم عندنا نفسنا بالعراق اليوم نفتخر يمكن عراق الدولة الوحيدة في المنطقة في سرعانة تجد تأسس طرائية براحتك قوانين تسمح له أي جهة عندك إمكانيات مالية وفنية تؤسس قناة تؤسس جريدة تؤسس محطة إذاعية موقع هذه الامتيازات لا موجودة في دول المنطقة لا موجودة لكن نحن الآن يجب أن نحافظ عليها مثلا نحتاج إلى قانون تنظيم العمل الإعلامي والصحابة في العراق نحتاج إلى قانون حق الحصول المعلومة لكن نظمة وفق 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 رؤية المجتمع اليوم يجب أن تحترم منظمة المجتمع المدني يجب أن تحترم تطور الحاصل في البلدان اليوم لا يجب أن نقيد طيب واضح واضح سيد إبراهيم دعني أنتقل بسؤال أخير حريات التظاهر السلمي يجب أن يؤخذ إذن من رئيس أو مدير الوحدة الإدارية ممكن يوافق ممكن ما يوافق ممكن يعني عند معيار أمني يختلف عليها أنه غير مؤمن لحماية التظاهرة ممكن أنه يغير مكانها كما ذكرت قبل قليل لأن أجري التعديل بفقط إختار وإشعار صاحب الوحدة الإدارية دون الحصول على الإذن لإجراء هذه التظاهرة ممكن أن تكون مرضية هكذا تعديلات؟ يعني خلي نتحدث عن أسس المشكلة في موضوع حرية التعبير باختصار إذا تسمح نعم بالتأكيد باختصار فضل أن الدولة العراقية منذ تأسيسها لا تؤمن بحرية المجتمع في التعبير ضد الدولة ضد سياسة الدولة فما زالت هذه الفكرة لحد الآن سارية في أجهزة الدولة وتعرف أن التظاهرات من ألفين وعشر لحد الآن وألفين واتساطعاش ألفين وعشرين هذا الاعتصامات التي ذهب ضحيتها أكثر من سبعمائة شهيد وخمسة وعشرين ألف يعني معوق وجريح إلى آخره فلذلك فلذلك موضوع حق عفوا موضوع حرية التعبير في هذا القانون ليست تعديلات إنما قضية تغييرية جدرية ولذلك السيد رئيس مجلس الوزراء عندما كلف كما قلت قبل قليل عندما كلف السيد مستشاره لحقوق الإنسان فغير الكثير بمعنى لا يتناسب حتى مع المشروع القانون القديم ولذلك موضوع اختار مدير الوحدة الإدارية فقط اختاره دون الحصول على الجل نعم لأنه هذا المبدأ العالمي هذا المبدأ العالمي أنه اختار أو يعني فقط إبلاغ الوحدة الإدارية لأنها هي الذي يجب أن تحمي هذه التظاهرة ما دامت سلمية ما دامت سلمية ولذلك بالدستور الفقرة الأخيرة المادة 38 الفقرة الأخيرة التظاهر السلمي ولذلك على رئيس الوحدة الإدارية أن يحترم السلمية أولا ثانيا أن يحترم الحماية لهذه التظاهرة وإذا كان هناك احتمالات أمنية غير مناسبة لهذه التظاهرة أو لهذا التجمع يجب أن يخطرهم بحقيقة ما يمكن أن يحتمل بهذه المخاطر فيقتنعون طبعا بالتأكيد هؤلاء المنظمين لأنهم من مصلحتهم الشكر جزيلا لكم رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان السيد محمد السلام كنت ضيفا كريما والشكر لكم رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الأستاذ إبراهيم السراد شكرا لكم إذن مشاهدين ننتقل ساويتان إلى ملفين الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه اشتركوا في القناة أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سويتنا بضيفنا الكرام بالصوت والصورة بغداد أضو مركز الهدف للدراسات السيد صباح العقالي أهلا بكم سيد صباح وكذلك الترحيب بالباحث السياسي والقانوني السيد عماد المسافر أهلا بكم سيد عماد أهلا وسهلا أبدأ معك أستاذ صباح اليوم بعد قرارات والشروط الخاصة باختيار المدراء وبعد إجراءات الحكومة باستبعاد المدراء اللي عليهم مؤشرات أو عدم كفاءة بعملهم تعتقد أن هذه الشروط تؤكد يعني سير السوداني والحكومة الحالية على نظام هرمية الدولة وبالتالي هل ستكون ناجعة هذه السياسة لإصلاح واقع المؤسسات وتحقيق دولة مواطنة بسم الله الرحمن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ذلك بأنه شكل لجان لتقييم أداء الوزراء وكذلك المدراء العامين وكل يعلم جيدا بأن مستوى أداء السلطة التنفيذية دون المستوى هناك تراكمات كثيرة هناك دولة عميقة حقيقة يتتحكم بمجريات الوزارات ومجريات الدولة هذا الأمر حقيقي قد يكون بأن رئساء الوزراء السابقين لم يقحم نفسه في هذا أنا أعتقد بأن هذا قد يكون جانب التحدي لحكومة السودان والسبب بأن بعض المدراء العامين وكذلك الوزراء والمحافظين تابعين إلى أحزاب وإلى كتل وهذا حقيقة ما يضع السيد السوداني أمام امتحان صعب أمام الكتل السياسية هل سوف تدعم السيد السوداني في قضية الإصلاح وقطعا بأن قضية الإصلاح هي في يعني في اتجاه نجاح وظيفة ومهمة السيد السوداني في حكومة الحالية والكل يشهد بأن هذه الحكومة هي حكومة ناجحة حكومة استطاعت خلال سبعة أشهر من أن تغير الواقع أن تتقدم خطوات بكل الاتجاهات وهذه الاتجاهات كانت ناجحة بامتياز الصديق والعدو شهد بذلك أنا أعتقد الآن يعني السيد السوداني يعني يعمل على قدم بهذا الاتجاه وقد يكون اللجنة المكلفة بهذا الأمر أنا أعتقد بأنه سوف هناك قائمة طيب سبعة وخمسين أنا أعتقد سوف تكون هناك قوائم تتبع هذه القائمة هذا نرجع لكن يجب أن لا يزيد عمر المرشح لمنصب مدير عام عن خمسة وخمسين سنة ويكون حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل باعتبارك مدرع عامين عندهم عدادية أو يمكن ما عدهم مراعاة شروط قوانين خاصة خدمة جامعية خدمة قضائية خدمة خارجية وغيرها المرشح لمنصب مدير عام لازم تكون عندها خدمة فعلي لا تقل عن عشر سنوات وتدرج بالمناصب المرشح لمنصب وزير أو وكيل وزير أو مستشار منهم بهذه الدرجة لازم خدمة مدقل عن خمس طاعة سنة بهذا المجال المرشح لمنصب وكيل وزارة لازم يكون قد عمل مستشار أو مدير عام لإحدى الدوار طيب هذه الإجراءات هذه الشروط ممكن أن تكفل الوصول السليم لمدراء أكفاء وتقلص على الأقل تدريجيا من مساحة المحاصصة الموجودة يعني أعتقد هذه الشروط وهذه الأنظمة والآليات اللي يعني طرح السيد السودان أنا أعتقد في كل الدول المتحضرة يعني متواجد مثل هكذا آليات وهذه القضية حقيقة هي ضمان لنجاح السلطة التنفيذية وكذلك المدير وإحنا طرحنا قضية إقالة المدراء السيد السوداني اشترط بأنه البديل لهذه الشخصية من داخل المؤسسة وليس خارجها هذه القضية قضية الأخرى نعم هناك حديث بقضية عدم أهلية بعض الشخصيات كوزير وكذلك مدير عام وكذلك كمحافظ وكذلك درجة خاصة هذه الآلية أنا أعتقد هي آلية ضامن لنجاح الحكومة لكن هذه الآلية ممكن أن يكون هناك تكون خاضعة للاتفاق السياسي وسبب بأنه بعض الشخصيات هي تابعة لكتل وأحزاب هل سوف ترضى بهذه الآلية وهذه الأنظمة وهذه الشروط أنا أعتقد بأن هذه القضية قد تواجه تحدي من قبل الكتل السياسية لكن على المستوى التنظيمي أنا أعتقد بأن هذه الخطوة خطوة غير مسبوقة خطوة سوف تدعم أداء حكومة السيد السوداني وهي ضامنة حقيقة لنجاح الشخصية التي يختام هو السبب بأن هذه الشخصية تمتلك أمكانية والخبرة والمدة التي خدم في هذه المؤسسة يعني أنا أعتقد بأن هذه خطوة جيدة للبدء حقيقي ببناء الدولة العراقية من خلال هذه العاليات التي تضمن نجاح المسؤول في المؤسسة المعينة أهلا بك مرة أخرى سيد عماد تعتقد هذه الشروط هذا هذه الطريقة لإدارة الدولة من الجانب الإداري تعتقد تصطدم بتنفيذ هذه الشروط تصطدم بجدار المحاصصة السياسي والنظام الإداري الموجود في العراق شكرا جزيلا استهد تحية لك لضيفك الكريم مشاهدي ومتابعي قناتكم حقيقة اللجنة التقييم الوزارية التي وضعتها حكومة السيد السوداني لديها معايير هذه المعايير تطبقها على الوزراء والمحافظين والمدراء العامين كذلك الدرجات الخاصة أنا أختلف قليلا مع ما طرحه السيد صباح بهذا الصدد أنا أعتقد أن الكتل السياسية ستجد حرجا أمام السوداني بهذا التغيير لأن السيد السوداني مقدم على عملية تغيير من شأنها أن تنهض بالعراق لمرحلة جديدة وأن مهمة السيد السوداني كما صرح في أكثر من موضع يقول أنا عازم على إعادة الثقة المواطن بالعملية السياسية الكتلة السياسية التي تقدم شخصية غير كفوئة إلى منصب معين هي تصطدم مع الجماهير الآن تصطدم مع الواقع الخدمي الذي يريد السيد السوداني بكابنته الوزارية تصحيح هذا الموضوع بقضية المحاصصة التي تكلمت عنها أنا أعتقد أنه هذا الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية يمكن أن يلقي بظلاله على الوزارات التي تعتبر منها سيادية لكن لا يجب أن يمتد إلى بقية مؤسسات الدولة في المدير عام ومستشار ووكيل لأن هذه المؤسسات ستبقى في حالة تغيير الوزير الكتلة سياسية معينة ترشيحه من قبل الكتلة سياسية معينة يجب أن لا يمتد هذا التغيير إلى كل مفاصل الوزارة يجب أن يكون هناك نظام مؤسساتي يدير هذه الدولة لا أن يكون الشخص لمجرد أنه ينتمي لهذه الكتلة أو تلك الكتلة يجب عليه أن يكون جزءا من هذا الموقع الموقع هو للأكفة والأكفة هو من يحقق نتائج على أرض الوزارة تعتقد الكتلة السياسية التي ربما تضرر باستبعاد بعض المناصب التي تمتلكها لو ممكن أن تدعم الحكومة كما هي تدعم حاليا الكثير من هذه الكتلة نظرا للظروف العامة الجو السياسي والإداري العام للدولة سيشجع هذه الكتلة أن تقف بظاهر الحكومة وتدعمها بهذه الإجراءات السيد السوداني في بداية تشكيل هذه الحكومة عرض برنامجه الوزاري على الكتلة السياسية الداعمة لتشكيل الحكومة والتي يتشكل منها العصب الرئيسي بداخل قبة مجلس النواب الذي صوت عليه حكومة السيد السوداني يعني ما معناها اعتلاف إدارة الدولة كل الكتلة السياسية باعتلاف إدارة الدولة داعمة لحكومة السيد السوداني في كل خطواته وفي كل برامجه الكتلة السياسية هذه إذا كانت هناك كمعارضة أو لتغيير وزاري أو لتغيير مدير عام درجة خاصة ستقع في حرج كبير أمام الجماهير اليوم الجماهير هناك رصيد انتخابي لهذه الكتلة السياسية إذا تلكت هذه الكتلة السياسية بتقديم مرشح كفوق يشغل هذا المنصب ممكن أن ينعكس سلبا على رصيدها الانتخابي لأن السيد السوداني عازم على هذا التغيير سواء كانت تغيير وزاري أو تغيير بقية الدرجات الخاصة ما نلمسه من الكتلة السياسية تقول نحن مع السيد السوداني بهذه التغييرات كما قد أطلقت يده باختيار بعض الوزارات التي يعتمد عليها برنامجه الحكومي يقولون نحن داعمون له بهذه التغييرات بشرط أن يكون فعلا أن يكون هذا الشخص أو هذا الوزير أو هذا المسؤول متلكة أو لم يقدم شيئا إذن الحالة بالمعنى العام هي ليست قضية انتقامية من السيد السوداني إلى الكتل السياسية بل هو تصحيح لمسار الدولة من أجل بناء دولة ذات مؤسسات حقيقية طيب سيد صباح من ضمن الشروط أيضا التي وضعت من قبل الحكومة لاختيار بدلاء المدراء العامين أو أي مسؤولين يجب أن تؤيد الهيئة الوطنية للمسالة والعدالة عدم شمول المرشح لأي منصب بإجراءاتها كذلك يجب أن تؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم مدراء يمكن الحاليين عندهم الكثير من هذا الموضوع أو هذه القضايا يجب الوقوف أيضا عند رأي الأدلة جنائية لكي لا يكون المرشح قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف يمكن كثير من المدراء حاليا بعض المناصب لديهم هكذا أو يخالفون هذه الشروط لكن يجب على البدلاء أنه ما عندهم أي من هذه المشاكل تعتقد هذه قد راح تغير من منظومة الإدارة أو مشاكل الموجودة بمنظومة الإدارة بالدولة العراقية انطبقت فعلا هذه الشروط يعني هذه الشروط حقيقة مهمة جدا والسبب بأن تلية الدولة العراقية بملف فساد واسع وكبير جدا وكذلك بأنه بعض الشخصيات تتبنى أفكار معينة وبالتالي الآن يعني البعض من يصف بأنه البعث المقبور اعتقد هو يعني متغلغل بالدولة العراقية وهذا الجانب مهم جدا لكن هذه القضية ممكن تطبيقها وما هي الآليات يعني مثلا المسالة والعدالة عندما تشمل شخصية معينة إذا كانت تابعة إلى حزب وكتلة معينة هل يستطيع حقيقة سيد السودان أن يطبق هذه الآلية أما قضية النزاهة أنا أعتقد بأنه هو صارح فيما سابق سيد السوداني بأنه ليس هناك خط أحمر على أي شخصية متورطة في ملف فساد إذن أنا أعتقد بأن الشخصية إذا كانت متورطة في ملف فساد يعني قطعا واقعيا بأنه ما ممكن تكليفه بأي مؤسسة حتى على صغرها هذه الآلية أنا أعتقد بأنه آلية مهمة جدا لضمان أولا بأن لا تكون هذه الشخصية هي تتبع جهة معينة أو تتبنى أفكار معينة أو أهداف معينة وبالتالي تصبح بأن معول يهدم المؤسسة لا يبني المؤسسة وهذا ضمان بقضية المسائلة والعدادة بالإضافة إلى قضية ملف الفساد إذا تم حقيقة بأنه اختيار شخصية ودون المرور بهيئة النزاهة وتبين بأن هذه الشخصية متورطة في ملف فساد سابقة كيف يتم اختياره؟ هذا مهم جدا لكن أنا أعتقد بأن هذه الآلية نفس الرأي السابق بأن هذه الآلية أنا أعتقد بأنه ممكن أن يكون هناك اتفاق ما بين الكتل السياسية والسبب بأنه سوف يصطدم بأن هذه الشخصية تابعة لكتلة أو حزب وهذه الآن ما هو أسباب فشل حكومات السابقة في إثارة قضية ملف الفساد الجانب المهم ورئيسي بهذه القضية بأنه بعض الشخصيات هو تابع لكتلة معينة وبالتالي يوجد حصانة ودفاع من قبل الجهة التي قد تكون هي مستفيدة من هذه الشخصية في منصب معين وهذا المنصب حقيقي يعطي الفرصة في التوارض في ملفات فساد كثيرة سيد عماد اشتراطات الخبرة لا يزيد عمر المرشح لمنصب مدير عام عن 55 سنة وكذلك يجب أن يكون لدي خبرة 10 سنوات أو 15 سنة وغيرها هذه الشروط ما يمكن اعتبارها إقصاء لفئة الشباب بتسلمها كذا درجات مهمة؟ لا أبدا هو مسألة هذه الشروط التي وضعتها حكومة السيد السوداني ليست إقصاء بمعنى الإقصاء يعني الكثير من الموظفية الدولة تدرجوا بالعمل الوظيفي تعرف جنابك أنه السيد السوداني تحديدا تدرج بالعمل التنفيذي بهذه الدرجات التي تسلمها منذ 2003 إلى الآن وهذا يجعله الصورة متضحة أمامه دعني أضيف قضية تطرق لها السيد صباح أن هذه المسائل الثلاثة التي وضعتها أو هذه الشروط الثلاثة التي وضعت مسألة المسائلة والعدالة والنزاهة والجناية أو الجنحة ممكن جدا أن نجد شخصا غير مشمول بالمسائلة والعدالة يعني لم يأتي اسمه ضمن قوائم حزب البعث المحبور لكنه يتبنى بهذا التوقيت وفي هذه الأجواء يتبنى موقف معارض للنظام السياسي نسمع ونشاهد الكثير من الشخصيات تتبنى وجهة نظر معارضة للنظام السياسي الحالي الموجود بالعراق لكنها ربما تتسنم منصبه بالدولة في هذه المناصب أنا أعتقد يجب أن تأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار مع هذه الشروط أما مسألة التدرج الوظيفي مهم جدا بمؤسسات الدولة أن يكون التدرج الوظيفي لأنه ما من الممكن أن يأتي شخص من خارج هذه المؤسسة وباستطاعته أن يدير المؤسسة بكل تفاصيلها واضح أود لك من سؤال أخير وجواب مختصر إذا تسمح سيد صباح بدأت الحكومة بهذه التعديلات من المدراء العامين هل تتوقع شمول المحافظين والكثير من عدهم عدهم مؤشرات خطيرة هل يعني تتوقع أو نتوقع تعديل وزاري كما تتحدث بعض الأنباء والمعلومات قريبا أنا أعتقد السيد السوداني هو طرح قضية التعديل الوزاري ومثل ما تعرف بأنه أعطى مهل ستة أشهر لكن القضية التي نستطيع أن نقول بأن هذا الوزيع قد نجح والمحافظ قضية الآن مرتبطة بعد تجاوز ستة أشهر بأنه مثل ما تعرف بأنه تأخرت أقار الموازنة الآن هناك فرصة أمام الوزراء وأمام المحافظين بعد أقار الموازنة أنا أعتقد بأنه سوف يختلف قد يكون بأنه سيد السوداني أخر قضية الإقالات وسبب بأنه الجانب الفاصل والواضح لأن لزنة تقييم الوزراء سوف تحكم على هؤلاء بعد أقار الموازنة وما ممكن حقيقة إقالت قبل مثل ما تعرف بأن الوزارة أو المحافظة ومالك تخصيصات الآن الوزير لا يستطيع أن يتحرك دون موازنة اتحادية أو تخصيصات إلا أنا أعتقد بأنه الآن الكلمة الفصل بعد أقار الموازنة وبالتالي سوف يظهر بأنه مطابقتها مع البرنامج الحكومة السيد السوداني نسبة النجاز الإنجاز أو الإخفاء الشكر جزيلا لكم وعضو مركز الهدف للدراسات سيد صباح العقيل كنت ضيفا كريما والشكر جزيلا لكم الباحث بالشانع السياسي والقانوني سيد عماد المسافر شكرا لك والشكر جزيلا لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وإياكم وظيفنا الكرام إلى ختم حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا آخر